نتحدث الآن عن المواد الفقرات الخمسة التي ما زالت عالقة في هذه الموازنة أولا ما طبيعت هذه المواد ولماذا ما زالت تشكل عقب أمام تمرير هذه الموازنة شكرا جزيلا تحياتي لكم وإلى مشاهدي خناة الحرة يعني كما نعلم الموازنة مرت في برحلة حسيرة جدا سواء كانت من ناحية المدة موازنة ثلاث سنوات أو تعجيل بعض القضايا الموازنة الآن قرأ أكثر من ستين فقرة منها وباقي خمس فقرات أساسية ولوحظ أن هناك محاولات لإضافة بعض الضرائب والرسوم في مقدمتها هي ضريبة الوقود والبانزين وضريبة المطار وغيرها وكان هناك اعتراض يعني على هذا لأن لم يكن هناك إجماع على هذه الموازنة والبرلمان واللجنة المالية تتعرض إلى ضغوط كبير الحقيقة يعني كما تعلم أن الآن تجتمع لجنة المالية ليس في مقر البرلمان بل في مقر مجلس الوزراء للتخلص من هذه الضغوطات عليها لتخرج بموازنة والمرة الرابعة التي يؤجل موعد إعلان الموازنة وباقي من اليوم إلى موعد آخر يعني تأخرت بشكل كبير وصيب السوق العراقي بشلل إضافة إلى التضخم وإضافة إلى ارتفاعات في سعر الدولار كل هذه الأعوامل تخلق حالة من الارتباك بالسوق العراقية وعدم الاطبعنان وشلل الحركة التجارية لدى القطاع الخاص طيب خمسة أيام كافية لحل والوصول إلى حل هذه الفقرات الخمسة العالقة أنا أعتقد هناك خلافات سياسية إضافة لهذا يعني الجولات المكوكية التي يقوم بها السيد رئيس الوزراء في لقاءها للسيد المالكي ولقاءها للسيد هادي العامري لتسويد بعض الخلافات وبعض المشاكل السياسية نعم هناك اتفاق على منهاج وزاري موضوع مسبقا لكن هناك قضايا أخرى تطلع بين كل يومين إلى ثلاثة يطرح مطلب جديد ويعرق الإصدار الموازنة مع أقليم كردستان مثلا مشكلة تزديد استحقاقات الشركات المستخبرة السابقة حصة الأقليم أيضا لا زال هناك تدارس إلها يعني رغم أنه يحاولون يسددون هذه الثغرات لكن لا زالت في كل يوم يومين تطلع من قبل الكتلة من الكتلة السياسية ملاحظات وطلبات جديدة طيب سيد أنتوان يعني إذا ما نظرنا إلى هذه الموازنة وإلى رغبة الفرقاء السياسيين في وضع شروطهم من أجل تمريرها ما أبرز التنازلات التي ممكن أن تقدم من أجل إرضاء الجميع وتمرير هذه الموازنة يعني يجب أن يكون هناك تسوية سياسية مسبقة وكما ذكرنا أن هناك برنامج حكومي متفق عليه وهناك حكومة الإطار التي هي مجمع على كل قضايا لكن لما نتحدث عن تسوية سياسية يعني نتحدث عن تنازلات نتحدث عن تنازلات تقدم من هنا وهناك هل هناك أي فقرة أو مواد تتشبث بها إحدى هذه الأحزاب هذه الكتلة السياسية من أجل تمرير هذه الموازنة يعني هناك ضغوط من إحدى دول الجوار كما أشير في ذلك لغرض الضغط على الحكومة العراقية في تغيير المنهج الاستيراد وتحريك العملية يعني يكون مساء الآن تأخر تجهيز الغاز أيضا مرتبطة أنا أعتقد بالموازنة فهذه الضغوط تشكل عائق أمام إصدار قانون موازنة متساوي يعني حصة المحافظات هناك إعادة دراسة لها إلى مضاعفتها حصة الإقليم أيضا هناك مشاكل فيها فإذا ما تم تسويها راحي صار الاقتصاد العراقي في شلل أين الإصلاح الاقتصادي الآن مضت ستة أشهر يعني أصلا جوهر الموازنة يعني انتهى يعني أنك عجز أكثر من رواس 20 تريليون نصف السنة انتهت يعني نصف العجز موازنة 200 مليار وين يلحق 200 تريليون وين يلحق الجهاز التنفيذي أن يصرف هذه المبالغ هذا كلها إهمال وغفلة كبيرة طيب في دقيقة لو سمحت الآن هل هناك شيء جديد إذا ما مررت هذه الموازنة عن الموازنات السابقة هل سيكون هناك وضع مختلف جديد للعراق للمحافظات لحصص هذه المحافظات في مجال الاقتصاد والتنمية وغيرها يعني بالتأكيد هناك مجموعة مشاريع يعني الحكومة الحالية وطروحاتها وإجراءاتها التنفيذية يعني جيدة مثلا خط هذا التنمية أو البناء الجاف هذا يعني مشروع عملاق يعني من 17 إلى 19 مليار دولار إذا نقفد هذا المشروع وأطيئة الفرصة وتخصيصات إلى سيخلق فرص عمل كبيرة أمام كثير من العاطرين سيحقق تنمية حقيقية هناك يعني كثير من إجراءات على النطاق الداخل هناك عملية إعمار إصلاح لا بأس بها رغم قصر المدة يعني لو جرت تعاون وإقرار وقرار سياسي وإرادة حقيقية ممكن أن تحقق نوع من النمو وتحلح الجزء من المشاكل والخلافات القائمة بين الحكومة والباقي الفئات الأخرى من بغدادة الخبير الاقتصادي باسم جميل أنتوان شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة موسيقى